بسم الله الرحمن الرحيم مدارس القيروان النموذجية مادة اللغة العربية صف العاشر وحدة في رحاب النهضة قصيدة لمن المضارب للشاعر فؤاد الخطيب بداية سنقوم بقراءة القصيدة وتعرف على جو النص وتعرف على كاتب القصيدة الشاعر فؤاد الخطيب ثم نقوم بشرح الدرس افتح مع الكتاب صفحة 25 عزيزي الطالب واستمع لمن المضارب لمن المضارب وفي ظلال الوادي ري الرحاب تغصب الورادي الله أكبر تلك أمة يا عرب نفرت من الأغوار والأنجادي طوت المراحل والأسنة شرع والبيد مطلعة من الأغمادي ومشت تدك البغي مش يتواثق بالله والتاريخ والأجدادي لك في دمي حق الوفاء وإنه باق على الحثان والآبادي فلكل ربع من ربوعك حرمة وهوى تغلغل في صميم فؤادي ولقد خلطت سوادهم ببياضهم يوم الوغى وبياضهم بسوادي وشهدت بأس بنيك يوم تشمر متلببين لغارة وطراد فعلمت كيف يثور من طلب العلا ورأيت كيف عزائم الأمجادي وهم الأبات فما تلين قناتهم تحت السيوف ولا الحمام العادي عرب تطوع كهلهم وغلامهم عرب تطوع كهلهم وغلامهم للموت غير مسخر بقياد وثبت بهم في نقع كل كريهة همم الغزاة وعفة الزهاد ومن اشتر استقلاله بدمائه لم يستنم لأذن ولا استعبادي الملك فيك وفي بنيك وإنه حق من الآباد من الآباء للأحفاد طبعا هاي القصيدة للشاعر فؤاد الخطيب شاعر لبناني ولد في لبنان وكتب هذه القصيدة إبان انطلاقة الثورة العربية الكبرى فأقامت فأقامت هذه القصيدة بإلهاب مشاعر الشعراء وفكتب القصيدة لتبث الحماسة الوطنية في نفوس منتسبي الثورة العربية الكبرى إذن مناسبة القصيدة هو انطلاقة الثورة العربية الكبرى ضد الحكم العثمان الظالم ولقب الشاعر فؤاد الخطيب بشاعر الثورة الآن سنقوم بشرح القصيدة بيت بيت و شرح شرحا أدبيا وافيا البيت الأول لمن المضارب في ظلال الوادي ريّ الرحاب تغص بالورادي طبعا سنقوم بتوضيح معاني الكلمات والصور الفنية ومن ثم الشرح وترح بعض الأسئلة على كل بيت وردت كلمة المضارب والمضارب هنا تعني المنازل كلمة المضارب تعني المنازل الوادي هو وادي مكة ريّ هي الرائحة الطيبة وكلمة الرحاب تعني الواسع الفسيح والوراد الزائرين إذن المضارب المنازل الوادي وادي مكة وريّ هي الرائحة الطيبة والرحاب مفردها رحبة وهي الأرض الواسعة تغص تزدحم والوراد مفردها وارد وهو الزائر إذن ابتدأ الشاعر القصيدة بالاستفهام عن هذه المنازل ولمن تعود المنازل القائمة في وادي مكة ولمن تعود يعني من أصحاب هذه المنازل تلك المنازل التي تنبعث منها الرائحة الطيبة من ذلك المكان وهو مليء وتزدحم بالزائرين الذين أتوا ليشاركوا في الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن علي ضد الحكم العثماني الظالم يتساءل الشاعر عن هذه الديار الموجودة في وادي مكة وعن الريح الطيبة التي تنبعث منها ثم يصف هذه المضار بأنها مزدحمة بالثوار ممن يرغبون الانضمام لجنود الثورة العربية الكبرى إذن هذا البيت عبارة عن وصف وصف ماذا؟ وصف منازل الثوار اللي قادوا اللي قادوا الثورة الزائرين الذين جاءوا للمساهمة في الثورة طيب الثورة من هم الثورة الذين قصدهم الشاعر في البيت هم من جاءوا راغبين بالانضمام لجنود الثورة العربية الكبرى وأخيراً لو طلبت منك عزيز الطالب أن تضبط حرف الغين في كلمة تغص ستلاحظ أن حركة حرف الغين هي الفتحة حرف الغين حركة الفتحة تغص بمعنى تزدحم وتمتل تزدحم وتمتل وكما نرى أن القصيدة هي قصيدة وطنية تلهم الشاعب على الحماسة للوقوف في وجه الظلم الآن مع البيت الثاني يقول الشاعر الله أكبر تلك أمة يعرب نفرت من الأغوار والأنجادي هذا البيت الثاني يقول الشاعر فيه الله أكبر تلك أمة يعرب نفرت من الأغوار والأنجادي يعرب هذا هو أحد أجداد العرب نفرت خرجت نفرت خرجت الأغوار المكان الأراضي المنخفضة والأنجادي هي الأراضي المرتفعة مرة أخرى يعرب هو أحد أجداد العرب نفرت خرجت الأغوار الأراضي المنخفضة والأنجادي الأراضي المرتفعة ونلاحظ أن كلمتين الأغوار والأنجادي هما طباق إذن هنا يبدأ يبدأ الشاعر في هذا البيت فخره بالأعداد الكبيرة التي خرجت لتلبية نداء الثورة العربية الكبرى حيث خرجت من كافة المناطق من الأغوار والأنجادي وهذا البيت نظمه الشاعر ليبث الحماسة لدى المقاتلين ما دلالة قول الشاعر نفرت من الأغوار والأنجادي هذا دليل على أن خروج العرب كان من كل مكان أن العرب خرجوا من كل مكان لغاية المشاركة بالثورة ما دلالة استخدام الشاعر لكلمة يعرب يعرب كما قلنا هي هو أحد أجداد العرب ودلالة استخدام هذه الكلمة أن جميع العرب على كافة بلدانهم اشتركوا في تلك الحرب البيت الثالث طوت المراحل والأسنة شرع والبيض مطلعة من الأغماد طوتي طوت بمعنى اجتازت المراحل المسافات والأسنة الرماح إذن طوت اجتازت أو قطعت المراحل المسافات والأسنة هي الرماح والبيض تعني السيوف ومطلعة مسلولة ومصوبة والأغماد هو كلمة تطلق على بيوت السيوف هاي هي معاني الكلمات لو جئنا لشرح البيت يقول الشاعر أنه طوت المراحل من يخاطب الشاعر في هذا البيت يخاطب الشاعر في هذا البيت المقاتلين الذين جاءوا لمساندة والمساهمة في الثورة العربية الكبرى يقول الشاعر أن هذه الثورة وجنودها قد اجتازت المسافات الطويلة في إصرار وعلى قتال العداء وتحقيق النصري والحرية الحرية إذن الثورة العربية الكبرى طبعا هنا مجاز الثورة العربية الكبرى وإنما أراد منتصبي الثورة هات مفرد كل من الكلمات الآتية مراحل هو جمع مفرده مرحلة السنة جمع مفرده سنان وأغماد جمع مفرده غمد وهذه الجمع كلها جمع تكسير أيضا لو سألت ما دلالت قول الشاعر الأسنة شرع والبيض مطلعة على ماذا تدل هذه الجمل على العزم والإصرار على قتال الأعداء وترد المستعمرين وتردهم من بلادهم والحصول على الحرية والاستقلال لو أردنا إعراب كلمة طوتي طوى هو فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بالتاء وتاء التأنيث الساكنة لمحلة لها من الإعراب وكسرت منع الالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستر تقديره هي إذن فعل ماضي مبني على الفتح وحرك بالكسر منع الالتقاء الساكن ليه لأنه اتصل بالتاء وهي التأنيث الساكنة التي إذا اتصلت بالفعل جعلته مبنيا على الفتح ولكن حركة التاء بالكسر منع الالتقاء الساكنين البيت التالي ومشت تدك البغية مش يتواثق بالله والتاريخ والأجداد ومشت تدك البغية مشت أي سارت تدك تهزم وتضرب البغي الظلم إذن هنا لدينا كلمة تدك تهزم البغي تعني الظلم والواثق هنا هي كالاسم فاعل من الفعل وثقة والمقصود بالبيت يقول الشاعر أن جيوش الثورة العربية الكبرى قاتلت الظلم والاستبداد واثقة بأن الله سينصرها وأن التاريخ سيكتب هذه الانتصارات ويكتب تضحيات الأجداد وهذا البيت يشير إلى أن ثورة العرب كانت ترفض الظلم والاستبداد والقهر الواقع عليهم من جراء الحكم العثماني الظالم وهذا البيت هو فخر يفخر الشاعر بجيوش الثورة العربية الكبرى وبتاريخ أجداده وبتضحيات الأجداد لو أنا وجهت لك هذا السؤال يا عاشر من المراد بقول الشاعر مشت هي جنود الثورة العربية الكبرى لو طلبت منك ضبط حرف المين في كلمة مشيا مشيا مي مشيا حركت بالكسر وهي مصدر هيئة يشتق من الفعل مشى على وزن فعلة ليبين هيئة الفعل ما هي المرتكازات التي استمد منها العرب عزيمتهم المرتكازات الأساسية الوثوق بالله وتاريخ والأجداد البيت أنه سيبقى وفيا بكلمة الحدثان الحي إذن هي الكسرة البيت التالي فلكل ربع من ربوعك حرمة وهو انتغلغل في صميم فؤادي ربع اللي هي منطقة أو أهل سكان هذه المنطقة يعني حرمة وكل ما يحرم انتهاك وهو حق من حقوق الإنسان هو هي أعلى درجات الحب وتغلغل تعمق تغلغل معناها تعمق في صميم في يعني داخل أو وسط قل فؤادي وتعني قلبي من حدث الشاعر في هذا البيت فلكل ربعين من ربوعك حرمة وهو تغلغل في صميم فؤادي أي أراد الشاعر أن لكل منطقة من مناطق الوطن الحبيب حق يجب الدفاع عنه يقودنا له أو يجعلنا ندافع عنه والحب العام للوطن والموجود داخل قلوبنا اضبط حرف الراء في كلمة ربع حرف الراء راء راء فتحة البيت التالي وَلَقَدْ السواد الرجال أصحاب البشر السمراء والبيض الرجال أصحاب البشر البيضاء والوغى تعني الحرب وهذا البيت دلال على أن جميعا أن المشتركين في الحرب وفي الثورة كانوا من مختلف مناطق الوطن العربي بغض النظر عن لونهم وبلدهم إذن يتحدث الشاعر في هذا البيت عن يوم الحرب ماذا قصد الشاعر بقول خلط سوادهم ببياضهم يعني هنا دلال على شدة القتال في المعركة وشدة ما فعله جنود الثورة بالأعداء على من يعود الضمير في قول الشاعر خلط يعود الشاعر على ضمير التاء على جنود الثورة العربية الكبرى ولو طلبت منك استخراج طباق من البيت فواضح إنه بياض وسواد هما كلمتان متضادتان وصلنا للبيت الثامن وشهدت بأس بنيك يوم تشمر متلببين لغارة وطراد البأس معناها القوة بنيك يعني أبنائك متلببين متجهزين يعني جاهزين متحضرين مستعدين لغارة للمعركة يعني وطراد اللي هي أيضا المعركة الغارة الهجوم على العدو والطراد ملاحقة الأعداد والكلمتان هما ترادف أي غارة وطراد هما مترادفان يدلان على الهجوم والقتال يقول الشاعر في هذا البيت أنه شهد قوة جنود الثورة يوم الحرب وكيف استعدوا لتلك الحرب وحملوا السلاح وتجهزوا لملاحقة الأعداء أينما هربوا من المقصودين بقول الشاعر بنيك أي جنود الثورة العربية الكبرى والبيت التالي يقول فعلمت كيف يثور من طلب العلا ورأيت كيف عزائم الأمجادي يتحدث الشاعر عن نفسي يقول لقد أيقنت وعلمت كيف يثور من طلب العلا كيف يقاتل من أراد الوصول إلى المعالي فكلمة عزائم هنا تعني هي جمع كلمة عزيمة وهي الإسرار والحمية عزيمة هون الإسرار والحمية والأمجاد اللي هي المنزلة العلية فعما يتحدث الشاعر في هذا البيت يتحدث عن نفسه يقول لقد رأيت ما فعله جنود الثورة العربية الكبرى في المعركة فأدركت حينها كيف ينال المجد والعلا فالنصر لا يأتي إلا بالقتال ما العبرة التي أراد الشاعر بثها في هذا البيت أن النصر لا يأتي إلا بالقتال وبذل الأنفس البيت التالي وهم الأبات فما تلين قناتهم تحت السيوف ولا الحمام العادي هم الأبات عم من يتحدث الأباء اللي هم من يرفضون الظلم والهوان تلين قناتهم أي لا يضعفون ولا يخضعون الحمام معناها الموت الحمام هو لفظ يطلق على الموت إذن الأباء من يرفضون الظلم والهوان تلين قناتهم لا يضعفون الحمام الموت والعادي يعني الباغي الظالم أراد الشاعر يمدح الشاعر جنود الثورة العربية في هذا البيت ويصفهم بأنهم يرفضون الظلم والاستغلال فلا يضعفون أو يهابون العدو حتى لو كانوا أشد ماذا قصد الشاعر بقوله تحت السيوف أي تحت تهديد الأعداء على من يعود الضمير في قول الشاعر وهم الأباء على جنود الثورة العربية الكبرى الآن البيت التالي عرب تطوع كهلهم وغلامهم للموت غير مسخر بقياد الكهل هو كبير السن والغلام هو صغير السن وهاتان كلمتان متضادتان فهذا مثال على الطباق إذن كهل وغلام هو طباق طباق غير مسخر بقياد أي غير مجبر على القتال من قبل قائد الثورة العربية الكبرى يتحدث الشاعر في هذا البيت عن الجنود الذين تطوعوا لمحاربة العدو في تلك الثورة وحيث شارك العرب جميعهم في الثورة من مختلف الأعمار صغارا كانوا أم كبار وخرجوا من أجل غاية وهي تحقيق الحرية ورفض الظلم والاستبداد لماذا خرج العرب للقتال لتحقيق الحرية ورفض الظلم والاستبداد يعني لرفض الظلم والاستبداد هاتي من البيت باق اللي هو كهل وغلام فكهل تعني كبير السن والغلام صغير السن ما دلالة قول الشاعر تطوع كهلهم وغلامهم أي أن جميع العرب خرجوا وانتسبوا للثورة سواء كانوا كبارا بالسن أم صغار يعني مشاركة العرب على اختلاف أعمار يعني كانوا نتسبين الثورة مختلفين الأعمار وثبت بهم في نقع كل كريهة همم الغزاة وعفة الزهادي وثبت بهم أي دفعتهم وثبون من الدفع والنقع هو الغبار الذي يثور أثناء المعركة والكريهة ولفظ يطلق على المعركة فكريهة واسم من الأسماء التي تطلق على المعركة إذن إذن وثبت وثبت بهم دفعتهم نقع غبار المعركة وكريهة هي المعركة نفسها والزهاد مفردها زاهد وهو الإنسان الذي يمتنع عن ملذات الحياة الشرح على الدافع لجنود الثورة في هذه الحرب هو همة الإنسان الذي يطلب الحرية الفاتح لبلاده دون طلب الغنائم المادية فهم لا يطلبون إلا الحرية والنصر يعني كانت غايتهم تحقيق النصر والحرية وليس مطلب مادي شبه الشاعر في هذا البيت همة جنود الثورة بهمة الفاتحين وشبه عفة الجنود بعفة الزهاد ما الحافز الذي دفع العرب للخروج والقتال له همة الغزاة وعفة الزهاد من خلال البيت ما الذي قصده الشاعر بقوله الغزاة قصد الشاعر الفاتحين لبلادهم الغزاة الفاتحين لبلادهم بين جمال التصوير في البيت شبه الشاعر في هذا البيت جنود الثورة بهمة الفاتحين وشبه عفة الجنود بعفة الزهاد إذن همة الجنود بهمة الفاتحين وعفة الجنود بعفة الزهاد ما دلالت قول الشاعر عفة الزهاد تدل على أن مطلبهم ليس مادة وإنما كانوا يريدون النصر عدم البحث عن المادة البيت التالي ومن اشترى استقلاله بدمائه لم يستنم لأذن ولا استعبادي لم يستنم لم يرضى ولم يقبل لم يستنم لم يقبل الاستعباد هنا لفظ يطلق على العبودية ومن اشترى استقلاله بدمائه لم يستنم لأذن ولا استعبادي ماذا أراد الشاعر في هذا البيت يتحدث الشاعر عن أن الإنسان الذي يريد الاستقلال لن يبخل ببذل كل ما بوسعه وبذل دماؤه من أجل الحصول على تلك الحرية فهو لن يقبل الأذى وسيرفض الاستعباد الذي يشتري حريته واستقلال بلادي بدمي لا يقبل أن يتعرض للأذى والاستعباد إذن لو أراد بذل دماؤه من أجل دحر الاستعبادي والظلم شبه هنا عندنا لم اشترى شبه الاستقلال بالسلعة التي تشترى ما ثمن الاستقلال والحرية ثمن الاستقلال والحرية هو بذل الدماء والتضحية بالنفس ماذا قصد الشاعر بقول اشترى استقلاله بدمائه أي بذل روحه أو ضحه بنفسه مقابل الحصول على الحرية بيّن بيّن جمال التصوير في البيت شبه الاستقلال والحرية بالسلعة التي تشترى ووصلنا للبيت الأخير الملك فيك وفي بنيك وإنه حق من الآباء للأحفاد البيت هذا يخاطب الشاعر في يمين قائد الثورة العربية الكبرى وهو الشريف الحسين بن علي قائلا أن الملك هو حق لك ولأبنائك الذين قادوا الثورة العربية الكبرى ضد الظلم ويتوارثون هذا الحكم فيما بينهم على من يعود الضمير في قول الشاعر فيك وبنيك على الشريف الحسين بن علي ما الحق الذي تحدث عنه الشاعر اللي هو حق الملك وحكم العرب وهكذا نكون قد أنهينا الدرس دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في حسة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة